تفاصيل الأحوال الجوية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع بالمختصر بداية ومن اليوم متوقع جزاء تأثر المملكة بحالة عدم الاستقرار الجوي مع تدفق لرياح قطبية هذا الشيء يعني تدني كبير في درجات الحرارة متوقع درجات الحرارة توصل للصفر المئوي في العديد من المناطق وإيضا ممكن توصل تحت الصفر في مرتفعات الجنوبية حتى تهيئ الفرصة له طول زخات محلية من الأمطار والبرد بشكل عشوائي في جنوب وشرق المملكة ولكن هذه الزخات ممكن تكون على هيئة زخات تلجية خفيفة فوق المرتفعات لبعض الوقت أما فيما يخص يوم الغد فرح تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي ورح يكون فيه انخفاض آخر على درجات الحرارة لأجواء باردة بشكل عام وشديدة البرودة في المرتفعات الجبلية فرص هطول الأمطار رح تكون موجودة ولكن زخات متفرقة رح يكون معها برد في مناطق عدة من المملكة ولكن بشكل عشوائي زي ما احنا عارفين في حالات عدم الاستقرار أعلى الفرص رح تكون في المناطق الشرقية وأيضا ممكن تتحول هاي الزخات لزخات تلجية فوق المرتفعات لبعض الوقت أما فيما يخص ليلة الخميس على الجمعة فرح تكون الأجواء شديدة البرودة ورح ترجع توصل درجات الحرارة للصفر المئوي في العديد من المناطق وأيضا رح يكون فيه احتمال لزخاتنا الأمطار العشوائية على هيئة زخات تلجية فوق المرتفعات لبعض الوقت أما فيما يخص نهاية الأسبوع ويوم الجمعة والسبت فرح يكون فيه ارتفاع بسيط على درجات الحرارة ولكن رح تبقى الأجواء باردة بشكل عام فرص الأمطار رح تظل موجودة على فترات ولكن أيضا ممكن تتحول لفرص لتساقط زخات من الثلوج تحديدا يوم الجمعة فوق مرتفعات جبال الشرع نتمنى السلام للجميع وأيضا بدنا نرجع ننبه أخوتنا أنه رح يكون فيه اجواء باردة جدا وهذا الشيء بيؤدي لتشكل السقيع والإنجماد فنتمنى منكم القيادة بحذر وإن شاء الله الجميع بيظل بخير إذا عندكم أسئلة تانية يكتبون إيها بالتعليقات لحتى نجاوبكم عليها إلى اللقاء